بطبيعة الحال روسيا على المستوى الاقتصادي ليست عملاقا اقتصاديا مقارنة بأمريكا مقارنة بالصين روسيا حتى الآن تعد من الدول المتخلفة اقتصاديا هي تعتمد في توفير مواردها على تصدير النفط والغاز ثم بعد ذلك الأسلحة ومشابه إنما لا توجد فيها صناعات فائقة التقنية يتم تصديرها أو صناعات تكنولوجية متطورة فبالتالي الوضع الاقتصادي في روسيا ليس وضعا قويا وهذا مراهن عليه الغرب الروبل نهارد بقرابة 40% من كونتو الشرائية الفصل بعض البنوك الروسية عن منظومة سويفت وما يعني يؤدي ذلك إلى تحجيم عملية التبادل التجاري والاقتصادي مع روسيا العقوبات المشددة العدد من كبار رجال الأعمال الروس ملياردارات الموجودين الذين يستسمرون عادة في القرى الأوروبية أيضا هذا يعني يضغط على هذه النغبة ذات العلاقة الوثيقة ببوتين ولكن يعني في النهاية يمكن أن نقول أن العقوبات الاقتصادية بمفرادها لا تؤدي إلى حل مثل تلك الصراعات يعني على سبيل المثال إيران من 2012 تم فصلها عن نظام سويفت إيران أيضا تتعرض إلى حصار وعقوبات دولية وعقوبات غربية كبيرة برغم من ذلك ما زالت مستمرة في مد نفوذها وفي يعني اللعب في العديد من الملفات الإقليمية في اليمن في لبنان في سوريا في العراق فهنا العقوبات الاقتصادية لم تكن رادعة لها عن المضي في مسيراتها فكذلك أظن أن النظام الروسي برغم يعني شدة العقوبات الاقتصادية وتأثيرها الكبير عليه إلا أنها لن تكون بمفرادها قادرة على تغيير السياسة الروسية أو الضغط على روسيا للتخلي عن مطالبها في أوكرانيا شكرا